ملف التقاعد ملف ساخن في فرنسا رغم برودة التقسي هناك فبعدما أعلنت الحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن عن التعديلات التي تخص نظام التقاعد والمعاشات حتى خرج الفرنسيون إلى الشارع باختلاف مكانتهم الاجتماعية يرددون جملة واحدة متحدة أنهم ضد هذا القانون من ألفه إلى يائه. اليوم جاءت الساعة الحسم. لماذا؟ لأن إليزابيث بورن ستقدم هذا المشروع الذي وصف في فرنسا بالمثير للجدال. تقديم يأتي بهدف مناقشة المشروع في البرلمان رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومن خلال حديثها لصحفة الجورنال ديوديمونش الأسبوعية قالت إن الأشخاص الذين باشروا العمل بين سن العشرين والواحد والعشرين سيكون بإمكانهم التقاعد عند بلوغهم ثلاثة وستين عاما بدلا من سن أربعة وستين عاما يأتي ذلك عشية اليوم الثالث من الإدرابات والاحتجاجات التي تنظمها النقابات العملية في قطاع السيكاك الحديدية والمواصلات العامة ومصاف البترول وكذلك نقابات المدرسين في وزارة التعليم الوطنية وهو ما ينظر بشلل كبير في أهم القطاعات الحيوية في فرنسا ترجمة نانسي قنقر